تحول اليوم ذكرى ميلاد الفريق راحل محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق ويعد الفريق محمد العصار قيمة وطنية عظيمة حفر اسمه في تاريخ الوطن بأحرف من ذهب بعد مسيرة وطنية حافلة الفريق محمد العصار رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة حفر اسمه في تاريخ الوطن بأحرف من ذهب بعد مسيرة وطنية حافلة ولد الفريق محمد سعيد العصار في مثل هذا اليوم الثالث من يونيو من عام 1946 وتخرج في الكلية الفنية العسكرية التي تعلم فيها الكثير من الانضباط والالتزام والتفاني في حب الوطن والتضحية من أجله وخلال حياته سجل الفريق العصار تاريخا حافلا في خدمة الوطن عسكريا ومدنيا فكان أحد الأبطال الذين شاركوا في انتصارة أكتوبر المجيدة كما لعب العصار دورا هاما في أهم الأوقات الفاصلة في تاريخ مصر التي كان أهمها خلال فترة ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 حيث كان وقتها مستشارا لوزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكان مسؤولا عن ملف العلاقات الخارجية بالأضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار في تلك المرحلة ولم تتوقف مسيرته الحافلة عند هذا الحد بل ساهم كذلك في حركة التنمية التي شهدتها الدولة في كافة المجالات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة مصر التي طالما وصفها العصار دوما خلال تصريحاته بمرحلة العبور الثاني في تاريخ الوطن وخلال مسيرته تقلد الفريق العصار العديد من المناصب الهامة التي أثبت براعته فيها وأدى دوره خلالها على أكمل وجه ليصبح أحد الرموز البارزة في تاريخ الوطن وتكللت جهود الفريق العصار بتكريمه من الرئيس السيسي ومنحه رضبة الفريق فخري ووشاح النيل تقديرا له ولتاريخه الكبير وفي السادس من يوليو من عام 2020 رحل الفريق محمد سعيد العصار عن عالمنا تاركا خلفه مسيرة وطنية عظيمة